في 2020 ارتبط اسم عشرات مشاهير السوشيال ميديا المعروفين في الكويت بقضية غسيل أموال القضية كانت كبيرة وفضلت شغل الرأي العام لغاية يناير الماضي ومن بعدها تم التحفظ عليها وانقفلت السيرة لكن الآن في أخبار متداولة عن إعادة فتحها خلال الفترة المقبلة وبحسب أكثر من صحيفة كويتية فيبدو أنه حيصير حراب قانوني كبير في الكويت حيفتح ملفات غسل الأموال بعد ما أنجزت مجموعة من الجهات الرقابية دراسة حول أسباب حفظ البلاغات السابقة وعرفوا ما كان من الضعف فيها وبالتالي حيجري تقديم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة كمان بيقال أن التقصي حيركز على كيفية حصول بعض المتهمين على مبالغ مليونية في أرصدتهم وهذا صار عن طريق عمليات غسل الأموال سواء داخل الكويت أو خارجها طبعا قبل ما يتم التحفظ على قضية غسل الأموال المشاهير كانت النيابة حققت معاهم وأخلت سبيلهم بكفالات مالية وحتى صدر وقتها لو تذكروا قرار بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية اللي بيملكوها مع إعادة فتح هذه القضايا في تساؤلات عدة بتنطرح حق نناقشها مع ضيفتنا اللي بتنضم إلينا من الكويت المحامية أريج حمادة أهلا فيكي معانا أريج يعني هل نقدر نقول أنه فيه إمكانية أنه نرجع نفس القضايا اللي تم التعامل معها سابقا ونفس الأسماء ترجع تنفتح ملفاتها من جديد حياة الله استاذة سارة ويعطيكم الألف عافية على استضافتكم لي مشروع يعني موضوع جدا مهم اللي هو قضية قسي الأموال وبحاجة فعلا إلى نفضة في هذه المسألة وتحرك قانون كبير في مجلس الأمة قبل كل شيء الخبر اللي طلع عنوان شيء وداخل الكلام اللي مكتوب شيء ثاني فكثير علقوا بالنسبة إلى إعادة فتح ملف قسيل الأموال أنه لا يجوز من ناحية الطعن وما الطعن ولكن لما يقرأ من داخل يتكلمون عن تقديم بلاغات جديدة بأسس قانونية جديدة بطريقة جديدة بحيث أنه يتم حل هذه المشكلة بس في ثغرات قانونية كبيرة قبل أن نتقل في هذه الثغرات أريجي بس بدي أتأكد منك أنه هذا معنى أنه بالإمكان فتح القضايا القديمة للمشاهير لأنه هذه المرة سيكون في أدلة جديدة أو أسباب جديدة بلغة القانون ما يعتبر فتح ملف قديم بلغة القانون يتكلمون عن تقديم بلاغ جديد قضية جديدة لذات الأشخاص والآن واضح أنه في أدلة جديدة والآن في أدلة جديدة كما يبدو المفروض المفروض إذا في أدلة جديدة يعني أعطيت مثال بسيط حصل من فترة اللي هو أحد المشاهير كان عليه قضية غسل أموال وحفظت وبعدين طلع خبر أنه يمتلك يخت وفيه خمور ومسكه اليخت بتهريب الخمور هنا يعتبر دليل جديد ولكن لم تثبت عليه التهمة لأنه كان مسافر خارج الكويت وقال أنا ما أدري هذا الشيء حصل بدون علمي لكن لو ثبتت عليه التهمة يدخل هذه الثغرة اللي موجودة في قانون غسيل الأموال لازم يكون عند علم أن الأموال الكبيرة اللي ادخلت بحسابه تكون ناتجة عن بطريقة غير مشروعة كتجارة المخدرات والخمور يعني عشان أكون أفهم منك يعني أريد أي أحد يجي يقولوله آه أنت الأموال اللي عندك كان سببها مثلا مخدرات أو مثلا شغل أسلحة أو كده ويقول آه أنا ما كنت أعرف فإذا بتأخذ كلمته وخلاص صعب إثبات المكان يعرف آه أوكي طيب هذه الموضوع أنت ذكرتيه الآن وهذه نقطة جدا مهمة وفي حديث كبير جالس بيدور عليها في السوشال ميديا أنه يا جماعة المشكلة مو البنك المركزي ولا النائب العام ولا 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 المشكلة أصلا في التشريع ولا يمكن إثبات غسل الأموال في الكويت بسبب التشريعات كيف هذا الكلام صحيح وإيش المشكلة في التشريعات التشريعات المشكلة في عدة مثالف قانونية في قانون غسيل الأموال وهذا الشيء أنا من زمان أتكلم عنه بحكم خبرتي السابقة 13 سنة في أحد البنوك فكنت من أوائل الناس اللي يشتغلوا في قانون غسيل الأموال وقضايا غسيل الأموال لما نتفرض على النيابة أنه لازم يكون اللي دخل بحسابه الأموال المتضخمة يكون يعني لازم النيابة تثبت أنه عنده علم أن الأموال هذه أتت بطريقة غير مشروعة طيب هذا الأمر صعب جدا إثباته صعب لأنه أنت تكلمين عن العلم شلون تثبتين أنه عنده علم فلذلك هذه الفقرة المفروض تنشل أنت مجرد ما يدخل بحسابه ملايين فجأة لازم يعني خلاص من أين لك هذا في قوانين مكملة لغسيل الأموال لازم تكون موجودة في قوانين تم إبطالها مثل قانون تعارض المصالح إذن نحتاج إلى تشريعات تعديل التشريع عندك خمس جهات أو ست جهات مسؤولة عن غسيل الأموال الجهة الرقابية الجهة المسؤولة وحدة غسيل الأموال النيابة القضاء هذه الجهات كلها لازم كل جهة تقوم بعملها بدون ولا غلطة وتنضغ القانون حتى تصل إلى النتيجة المرجوة أي خطأ من أحد هذه الجهات أنفلتت القضية خسارة للقضية إذن نحن أكيد سنتابع هذا الملف كما تابعنا في المرة الأولى أنا على يقين أن البنك المركزي والنيابة العامة والقضاء يقوم بدور جبار وحدة غسيل الأموال ولكن المطلوب من مجلس الأمة أن يعد الثغارات القانونية حتى يساعدهم على أن أمة سهلة مهمة نعم وصلت فكرتي كانت معنا من الكويت المحامية أريج حماده شكرا لك يا أريج